تنفيذا للقرار رقم 43 لسنة 2024 بشأن المدفوعات المتعلقة بالتعاملات التجارية لمنشآت التجارية أعلنت وزارة الصناعة والتجارة موعد البدء في تطبيق المرحلة الأولى من القرار والتي تشمل منشآت التجارية الجديدة وذلك اعتبارا من الثالث عشر من ديسمبر المقبل وفي هذا الصدد أكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر ووزير الصناعة والتجارة أن القرار يأتي استجابة لتطورات الاقتصادية والتكنولوجية في مملكة البحرين ويعد خطوة مهمة لتعزيز كفاءة المنشآت التجارية ودعم التحول الرقمي حيث سيسهم في رفع مستوى الشفافية وتوفير بيئة مالية أكثر أمانا وموثوقية ودع وزير الصناعة والتجارة إلى ضرورة التزام جميع المنشآت التجارية بالقرار باعتباره يسهم في تطوير بيئة الأعمال التجارية ويدعم تعزيز القدرة التنفسية محليا ودوليا لافتن إلى أن القرار لا يقتصر على فتح الحساب المصرفي التجاري فحسب بل يلزم المشآت باستخدام هذا الحساب لجميع معاملتها المالية مع الامتناع عن استخدام الحسابات الشخصية في المعاملات التجارية بما يعزز الشفافية في إدارة الأموال ويتيح رؤية شاملة للأوضاع المالية ترجمة نانسي قنقر